تستمر أزمة المهاجرين السوريين في تركيا تزامنا مع التوجه حكمي نحو الترحيل الطوعي لهم وتوعد المعارضة بالدفع نحو حلول جذرية بترحيلهم قصرا من تركيا تلقى هذه المقاطع رواجا بين كثير من السوريين الموجودين في تركيا مع وجود رغبة عارمة لدى معظمهم بمغادرة البلاد وهو ما قد ينعش سوق التهريب إلى أوروبا ويدفع كثيرا منهم نحو المخاطرة غير القانونية وما بين الأوضاع الاقتصادية القاسية في تركيا وشبح الترحيل نحو سوريا وزياد نسبة العنصرية ضد السوريين مع اقتراب الانتخابات البلدية لا يملك السوري كثيرا من الخيارات في تركيا إذا ما فاز حزب الظفر في الانتخابات البلدية فسنقطع تماما أي مساعدات من البلدية للاجئين وسنمنعهم من فتح المحلات وسنرفع أسعار المياه عليهم ولغاية رحيلهم سنقرر لهم أماكن للإقامة تابعة للبلدية وتقول السلطات إن أرقام ما تصفها بالعودة الطوعية للسوريين نحو مناطق الشمال السوري بازدياد في وقت يقول فيه عدد من السوريين أن النسبة الترحيل زادت بشكل ملاحظ خلال الفترة الأخيرة أيضا اللاجئين السوريين في مراكز الترحيل يتعرضون لتنهارات جسيمة سواء كانت الترنيف النفسي أو الجسدي وذلك من أجل إزامهم وأجبارهم بالإكراه على التوقيع على أوراق العودة الطوعية عدد من الجنسيات سواء كانت الجزائرية أو الأفغانية أو المغاربية تم ترحيلها خلال أشهر الماضي إلى مناطق الشمال السوري تحت الدعاء بأنها عودة طوعية آمنة طرد المهاجرين لا يتصدر خطابات حزب ظفر فقط بل يعنون في كثير من البيانات الانتخابية لعدد من الأحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات البلدية المنتظرة في نهاية مارس القادم يبلغ عدد السوريين المقيمين في تركيا نحو مليونين وثلاثمائة ألف شخص وفق الأرقام الرسمية رقم يتوقع أن يهوي كثيرا مع قلة خيارات السوريين وصعوبة بقاء كثير منهم في تركيا تزامنا مع إجماع المعارضة والحكومة على تخفيف عدد المهاجرين في البلاد مع اختلافهم على الطريقة إما طوعا أو إجبارا ربيع صعوب المشهد اسطنبول